عايز تموت؟ لو راجل اضرب ده مسد الصوت بنخوف به العصافير وبنحي به في الأفراح تستهلش ان انا ودي نفسي بداهي عشان خطر واحد زيك الفكرة انك تتقدب يعني بالزم انفع جلها رجالة انا بشاهدكو وانتو رجالته يعني المدام تترقع له في البيت يجي يسترجل على خلق الله تدقني ما تستهلش انت بقى تستهل انا بجد توريني انا قدامك اهو هوريك بس مش دلوقتي بعدين كلام معلهوش جمره خد بالك انا ما بسمعش ما ببنساش وفتكر الكلمتين دول كويس اول اني حيجي يوم حتندم انك ما موتنيش يا امجة بكرة يا اخي اتنيل اعرف انك اكيد مرهقة بس كان لازم اقولك مبروك عالمصر سين اعملتي تحت مو قلت هليش قدام الناس في اللوكيشن ليه جاي تقول هالي بني وينك في القوضة يا بيت عشان ما اتغرش عليك عمري متغر عليك بغض النظر يعني عن ان انت اهم مخرج في مصر انت اللي شجعتني اخدت بقى داي من وانا ما هي تاب الماضي اللي استغلنا لك الله اصبع الصغارة كبرت وبقت نجمة كبيرة ما هي زكي اللي الملايين بيترمى تحت رجليها دلوقتي لسه فاضلي تك لما اقرى العقود الاول وشوفها مضي عليها ولا لا بعدين ما انت ورده نجب ومصر كلها بتقول عليك مخرج عبقري على قد مادة للشغلي هيديني وبعدين انت اكتر واحدة عارفة تي حاجات ما تقبلش الاسماء على اثنين وخصوصا شغلانتنا مش فهميك انت عايز تقولي ايه عايز اقولك اني لازم تركز شوية عشان انت قدار يتحقق حلمك وحياتك الفنية عمرها ما تتجزق قرحياتك الشخصية فهميك سمعت اخر اشعة اللي هو علينا وانتي مالش يا حياتم لازم اردع التريفون الو 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 روحت البيت لا مروحتش ليه انت فين مش عارف مالش مشور مهم بغصبة عني انا اقولك اتخانيته دي اتخانيته عشان حضرتك كنت بتشكي فيه انا لو مكانك هافضل ساكت تماما لحد ما اتأكد لكن بما ان حضرتك بتفهمي كويس اوث القانون زي ما انا قلت من شوية وده مش حقيقي طبعا كان لازم تخدي بالك ان الموضوع ده هياخد شوية وقت لحد ما الاستاذ متحت يقدم بلاغ رسمي باختفاء عمه وساعتها كل الاسئلة هتطرح رسمي اولها العلاقة اللي بين جوزك ايمان وصل واختك الانسة مية ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ والله بقى تخريف تحريف بطاطا ما شوية مش مهم انا اللي عندي معلومة مؤكدة بتقول ان جوزك جاب لاختك خاتم سوليتير قبل ما يختفي بكم يوم عندك فكرة عن الموضوع ده؟ ما حصلش مراد ويليام جوا يرجى عم ايمان ما انت عارفها بعتلي الفاتورة دي مبارحة الفاتورة دي فاتورة خاتم سوليتير عم ايمان اشتري بالكريدت كارد بتاعه لو انت حافظ رقم الكريدت كارد تقدر تتأكدي يعني انت عايز في الاخر انا عايز اقولك ان لو جوزك جاب لاختي خاتم سوليتير قبل ما يختفي بكم يوم فممكن تكون ليه علاقة باختفاء انا عايز ايضا انا عايز ايضا انا عايز ايضا